السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 8 من الفصل السابع سنتناول سبيجة أخرى من سباك النفرس وهي الكبر اللويز أو سباك النحاس في الحية عمدي 3 أشكال من سباك النحاس إما بلاستر كبر أو براس أو برونز البلاستر كبر وهو عبارة عن أي أنه هو أول صورة من سور الكبر أو النحاس الغير نقي الذي نتحصل عليه أثناء عملية أو استقلاص النحاس في الحقيقة النحاس يعتبر من العناصر القديمة التي يعرفها الإنسان منذ بداية التاريخ سبيجة البراس وهي أجروب كبر بيزدى اللويز نورمالي كونتينينج زينك as a major allowing element البراس وهو مجموعة من سباك الألمينيوم عفوا مجموعة من سباك النحاس التي تحتوي أساسا على عنصر الزينك كعنصر من العناصر المضافة التسابكية كعنصر رئيسي وأساسي من العناصر التسابكية السبيجة الأخرى وهي البرونز ويحتوي أساسا على التن اللقصدير ويمكن أن نضاف له عناصر أخرى التطبيقات العامة لسباك النحاس هي عبارة عن electrical component أي المكونات الكهرائية كأسلاك الكهرباء على سبيل المثال البامبز المضخاط الفالفز المحابس البلومبينج باردز أي أجزاء الأدوات الصحية where the robots are used to advance عندما يكون هناك هذه المميزات هذه المواد يعني تستخدم في أحسن صورة له